السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا نتكلم على اعطال تكييب فريستاند. اه اللي هو اول حاجة. اه طبعا اللي هو الستاند اللي بيكون واقف زي الصورة بتاعته الموجودة. اه العطل بيظهر على الشاشة لازم نقرأه عشان نعرف ايه السبب. اول عطل معنا اي واحد ده عطل فيه سنسور الوحدة الداخلية فتح او كسر كهرباء. مشكلة فيه توصولاته. اه سنسور الوحدة الداخلية. اي اتنين. اتضغط يصحب طيار كهرباء اعلى من اللازم. نشوف ايه المشكلة في الطيار الكهرباء او اه الضغط اه اف تلاتة. الضغط يصحب طيار اقل من اللازم برضو مشكلة الكهرباء او في الضغط نفسه. اه وغالبا بيكون كهرباء. ايه اربعة. الحماية الخاصة بالوحدة الخارجية تعمل. اه نشوف جدول اللمبات اللي هو احنا هنقوله دلوقتي. اه اي سي. تنفيذ بدائرة الفريون في جهاز التكييف. طبعا محتاج اتعرف مكان التسريب ويتشاحن من جديد. اه بي اتنين زيادة الحملة على الضغط. وده اه بسبب سخونة زيادة او مشكلة في الكهرباء. بي تلاتة درجة حرارة المبادر الحراري للوحدة الداخلية منخفض جدا. اه طبعا اللمبات الليد. الوحدة الالكترونية. بالوحدة الداخلية. اه اللمبة لد واحد ولمبة لد اتنين ولمبة التانية لد تلاتة. سبب العطل لو بتطفي واحد بتطفي. واتنين بتطفي. وتلاتة ايدا. كده ما فيش اي عطل وده الطبيعي في التشغيل عادي. لو اللمبة واحد شغالة. واللمبة اتنين طفية. واللمبة تلاتة اه شغالة. ده نعكس الفازات. اه لو اللمبة واحد شغالة. واللمبة اتنين شغالة. واللمبة تلاتة شغالة. ده سقوط احد الفازات. ودي الاعطال الخاصة بجهاز تاكيف. اه اللي هو فريستانت او اللي هو واقف. شكرا.